السلام عليكم معك سائد يونس بداية نتوجه بخالص الدعاء وأحر العزاء لأهلنا في فلسطين وتحديدا في غزة اللهم ارحم شهداءهم واشفي جرحاهم وانصرهم على من عداهم يا رب العالمين أكيد موضوع مثل هيك ما بصير نتجاهله وندير رؤوسنا عنه ولكن من المهم أن نتعلم كيف نتعامل بشكل سليم مع الأحداث التي تجري وخصوصا إذا إحنا كنا في دول بعيدة عن ما يحدث منشوف المؤلم ومنشوف الأحداث الصعبة منشوف المشاهد المؤلمة على التلفزيون وبالأخبار لكن منحس أنه إحنا مش قادرين نعمل شيء شعور العجز وقلة الحيلة هذا من أخطر المشاعر وأنا بسميه فخ العجز اليوم بنا نعرف كيف نقع في فخ العجز وليش هذا الفخ سيء وسلبي جدا وكيف تستطيع أن تكون إنسان فعال ومفيد لنفسك ولمن هم يتعرضون للظلم شعور العجز هذا من أشد وأكثر المشاعر السلبية المؤثرة والمدمرة علينا وعلى من حولنا لذلك يجب أن نتعلم كيف نتعامل معه بشكل سليم حتى نقدر نحافظ على صحتنا النفسية وبنفس الوقت نفيد أهلنا أخواننا اللي بحاجة إلى الدعم بكل ما نستطيع ورح نحكي اليوم عن ثلاث خطوات للتعامل النفسي السليم مع الأحداث المؤلمة التي تحدث حتى نقدر إحنا نكون فاعلين ومفيدين ما بحكي لك نكون إيجابيين لأنه أنا صراحة مش قادر أستخدم كلمة إيجابية في ضمن هذا السياق المؤلم الذي يحدث ولكن بدنا نكون مفيدين لمجتمعنا ولأنفسنا ولإخواننا اللي هم بحاجة لمساعدة فخ العجز ببساطة يحدث عندما نركز على ما لا نستطيع التحكم به أو تغييره لما يصير فيه شيء معين في العالم طبعا هذه الحياة هي مليئة بالتجارب الإيجابية والسلبية مليئة بالأمور المفرحة والأمور المحزنة هي خليط وهي ابتلاء وامتحان من الله عز وجل العجز يحدث عندما تركز على ما لا يمكنك تغييره على سبيل المثال أنا عم بشوف تغيرات الجو خايف من قدوم الشتاء حاس أنه أنا عاجز أمام هذا الشتاء ما بقدر أغير الطقس ما بقدر أتحكم بالغيوم ما بقدر أنا أغير دوران الأرض والفصول الأربعة ولكن بقدر أركز على ما يمكنني التحكم به وهو أني أنا أستعد وأجهز أهلي وبيتي للفصل القادم وهو فصل الشتاء أعمال العزل المناسب على السطح عشان الماء ما تنزل علي أجهز الحطب أو مواد التدفئة اللي أنا محتاجها عشان أستطيع أعبر هذا الفصل بأقل الخسائر بدون ما يأثر علي بشكل كبير فلما أركز على ما أستطيع التحكم به هنا يزاح عن كاهلي أو يزال عن كاهلي شعور العجز بعدني أنا مش قادر أغير الكون والطقس هذا شيء إحنا متفقين عليه ولكن على الأقل أنا كبشر كإنسان أتحكم فيما بإمكاني أن أتحكم به ودائما وأبدا لا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل هاي منذكر حالنا فيها دائما وأبدا هل معنى هذا الكلام أنه أنت تزيح وجهك نهائيا وما تشوف الأخبار السلبية وما تتابعها أبدا أبدا أنت لازم تعرف إيش بيصير حوليك في العالم لازم تعرف الظلم الذي يقع على أهلك وأخوانك ولازم تحس بألمهم ولكن شعور الألم هذا بدنا ناخذ منه طاقة دافعة تخلينا نكون مفيدين لمن نريد أن نساعدهم ومفيدين لأنفسنا حتى ما نقع في فخ العجز ونجلس في بيوتنا حاطين إيدينا على خدودنا ومش عارفين إيش نعمل الخطوة الثانية بتكون أنك أنت تركز على ما تستطيع القيام به إذا أنت قادر تتبرع بمساعدات مادية تبرع إذا قادر تعمل فيديو وتنشره اتواعي الناس بقضية عادلة لأصحاب الحق انشر إذا قادر تكتب مقالة اكتب إذا أنت بتعليق أو بكلمة ممكن تحكيها إذا مساعدة فعلية على أرض الواقع بإمكانك تساعد ساعد إذا بإمكانك تساعد بأي طريقة تكون فيها مفيد هنا ركز على ما تستطيع القيام به من توعية ومن دعم نفسي ومادي ومن بكل وسائل الدعم الممكنة هون نتحول من أشخاص عاجزين إلى أشخاص مفيدين وفاعلين ومنتجين في مجتمعنا ومفيدين لإخوتنا اللي بحاجة ماسة إنه إحنا نكون أقوياء جنبهم عشان ندعمهم لأنه والله نتعلم منهم القوة اللي إحنا منشوفه هذا شيء يدعو للفخر مع إنه مؤلم ولكن إحنا نستحي من أنفسنا إنه مش قادرين نساعد بأكثر من هذا ولكن بما يمكنك القيام به باللي بتقدر عليه ساعد أي أن كان الكلمة الطيبة الكلمة الإيجابية التعليق أي شيء أي شيء بتقدر تعمله قدمه وهذا شيء إيجابي وهذا شيء فاعل وهذا شيء سيخدم القضية إذا أنت بتعتبر الكلمة ما بتفيد اسأل حالك يا ترى ليش كل مواقع العالم قاعدين بيحاولوا يسكت الكلمة اللي أنت بلك تحكيها ليش الخوارزميات بلشت تلعب عشان كلمات معينة وأشياء معينة ما تظهر وما نشاركها ليش إذا الكلمة مش مفيدة ليش حاولوا ويحاولون اسكاتها فكر فيها شوي وهون بحب أشارك معك مثال شخصي حصل معي قبل عدة سنوات طبعا مع فارق كبير جدا 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 بالتشبيه أنا ما بشبه ما حدث معي بالمؤلم والمحزن الذي يحدث مع أخوتنا ولكن كمثال على موضوع العجز من عدة سنوات كنت في إجازة مع أسرتي أنا وزوجتي وأطفالي في إجازة في نص السنة كانت في بلدنا بسطه بعطلة نصف السنة الدراسية واحدة من الليالي في هاي الإجازة ما بعرف ليش صحيت أنا الساعة ثنتين بالليل وما عرفت أرجاء أنام فمسكت الجوال مثل ما عادت كثير مننا منمسك الجوال ومبلش نعمل سكرولينج فوقع خبر على الفيسبوك كان منشور عن أسرة أسرة أردنية قضت الأسرة كاملة الزوج والزوجة الأب والأم وأربع أطفال ست أشخاص ماتوا بسبب بتسرب الغاز في بيتهم اللي ألمني في الموضوع لما شفت صور هذا الحادث أنه المدفأ اللي موجودة اللي قتلتهم اللي تسرب الغاز منها أدى إلى وفاتهم هي مدفأ موجود عندي مثلها في البيت طبعا هنا أنا حسيت بشعور غريب جدا ألم على خوف على أسرتي مع أنه إحنا يعني بفضل الله الواحد واعي بيأخذ احتياطاته ولكن في تلك اللحظة شعرت أنه مهما أنت كنت مستعد عندما يصل الأمر لقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره تقف الاستعدادات كلها عاجزة تماما ولكن هون وجدت نفسي بدأت أدخل في دوامة سلبية جدا بدأت أقرأ التعليقات وأزداد ألمان وحاسب شعور مؤلم جدا 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 وحتى ما أطلع على أطفالي وهم نايمين جنبي يزداد شعوري بالألم والعجز على لي صار أنه أنا يعني شيء أنا ما عملته وما تسببت فيه ولكن بنفس الوقت ألمني جدا وخلاني أشعر بعجز غريب في تلك اللحظة ما قدرت أفسره وقتها سبحان الله في تلك اللحظة بعد يمكن ساعتين من التعليقات السلبية ومن الأخبار وقراءة التعليقات الناس على هذا الخبر رب العالمين ألهمني أنه ابدأ أفكر بطريقة مفيدة دور على حل فوجدت بدأت هنا أبحث في الانترنت عن أمور لإنذار الحريق إنذار تسرب الغاز وجدت أنه فيه أنواع من الأجهزة مثلا ممكن واحد يستخدمها في بيته تعطي ألارم تعطي إنذار في حال حدوث تسرب غاز في حال حدوث تسرب مثلا أو حريق وفي دخان ممكن أنها تعطي إنذار وهنا حسيت بنوع من الراحة نوعا ما إنه فيه شيء ممكن أنا أعمله وفعلا عملت أوردر طلبت مجموعة من هاي الأجهزة من خلال الموقع الأونلاين عشان تيجيني وتوصلني على بيتي لما طلبت هاي الأجهزة حسيت براحة بعد هذا شيء أكيد لا ولكن اللي صار أنه أنا عملت اللي بقدر عليه ركزت على ما يمكنني تغييره قيمة تركيزي على ما لا يمكنني التحكم به اللي صار صار أنا ما بقدر أغيره وما إلي يد فيه وما تسبب فيه ولكن عشان أكون مفيد لنفسي لأسرتي وعيت الناس اللي من حولي الناس اللي بعرفهم قلت له إنه فيه نوع معيم الأجهزة بإمكانكم تستخدموه وبهذه الطريقة أنا خرجت من فخ العجز مع فارق التشبيه مثل ما بدأت القصة هذا لا يشبه بأي شكل من الأشكال ما يحدث لإخواننا في فلسطين ولكن قصدي من هاي القصة إنه لما تركز على كيف بإمكاني أكون مفيد هون تبدأ بعض الحلول وبعض الفتوحات تظهر لك بحيث أنه أنت تعمل شيء يكون مفيد مش سلبي لأنه الجلوس وإيدك على خدك وتشعر بالعجز هذا فخ يضعك به العقل ليعطيك شعور وهمي بالإنجاز إنه أنا أنجزت آه هيني متوتر ومتألم مع أخواني ما بحكي لك ما تتألم مع أخوانك مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهري والحمى أو كما قال عليه أفضل الصلاة والتسليم هذا الحديث دايما نمتذكره ونتذكر معه أن السهر والحمى سببها مش إنه الجسم بده ينام ويتكاسل لا الجسم زاد ضعف طاقة العمل عشان يكافح المايكروبات اللي دخلت وكافح الجراثيم ويطردها فعشان يحمي نفسه زاد قوة التشغيلية فلذلك ارتفعت الحرارة وهذا نفس الشيء اللي احنا بننطبقه في حياتنا على ما يحدث وعلى ما سيحدث وعلى ما حدث دائما فكر كيف بقدر أكون مفيد كيف أكون مفيد هل العجز وشعور العجز مفيد لا هل هو ضروري لا بإمكانك تركز على ما يمكنك تقديمه لو كل واحد فينا ركز على الشيء اللي في الإمكان المتاح يقدمه يساعد فيه بأي طريقة كانت هنا احنا بنعمل فرق ومنعمل فرق كبير لما كل واحد فينا يكون فعلا فيما كانه يؤدي ما عليه ويقوم بما عليه ويتوكل على الله طبعا إذا بتحب تساهم بالدعم المادي لدعم إخواننا وصمودهم في غزة وفي فلسطين في مجموعة من المنظمات والمؤسسات اللي بإمكانك أنت تتبرع من خلالها من ضمنها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اللي هي من السنوات طويلة جدا داعم أساسي وتقدم باستمرار الدعم لأهلنا في فلسطين الأردن وفلسطين احنا يعني شعبين في قلب واحد أهمنا واحد ودمنا واحد وبالتالي نبادر دائما وشرف لنا أن نكون داعمين لقضية أهلنا وأخواننا في فلسطين في منظمات أخرى دور في بلدك إذا بتحبه ولكن هذا الرابط لهيئة موثوقة بإذن الله تعالى والمساعدات سيضمنون أن تصل لمن يستحقها ولأهلنا أي شيء ممكن تقدمه بيعمل فرق لا تستهين بنفسك ولا تقع في فخ العجز أبدا أنت تقدر طالما بتركز على حدود إمكانياتك إذا ركزت على حدود إمكانياتك هنا نطبق قول الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم استطاعتك إيش بتقدر قدم نسأل الله سبحانه وتعالى لأهلنا وإخواننا النصر والتثبيت من عنده إنه على كل شيء قدير ودمتم بنصر وعزة دائما